يحتضن الجزائر اليوم وغدا بقصر المؤتمرات عبداللاطف رحال الاجتماع الثاني لنداء الساحل الإفريقي الذي يأتي أو اعتمده البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى المنعقدة شهر سبتمبر 2021 بالعاصمة النمسوية في فيينا. اللقاء اليوم يأتي تحت شعر دور المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب. استفاضة في هذا الموضوع أسعد كثيرا مشاهدين الأفاضل باستقبال البروفيسور جعفر عرفي محلل استراتيجي من جامعة واشنطن. أهلا بك بروفيسور شكرا على قبول الدعوة. شاء الله نكونوا بها في المشاهد الكريم. أهلا بك كما أسعد أيضا مشاهدين الأفاضل باستقبال الدكتور حليم مصيد في. مصطيفي. مصطيفي أهلا وسهلا بك المختص في علم الاجتماع. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك وشكرا لسادة المجتمعين على قبول رحبا صدرهم على استماع لنا. أهلا بكما أبدأ معك بروفيسور جعفر. فيما تكمن أهمية هذا اللقاء وعلى أرض الجزائر أيضا. بالنسبة للقاء بالنسبة للموضوع السهل بصفة عامة. هو يندرج في إطار شكل استراتيجي دولي عام. يعني هي النظرة ثاقبة من ناحية المحلية الاستراتيجية. ولكن هو موجود في إطار عام. لأن التحركات العالمية والدولية معقدة جدا. وهي في فترة صعبة جدا. من خلالها ما يحدث في أوروبا وما يحدث في الساحل وما يحدث في الجنوب. وما يحدث كذلك في أمريكا والصراع الموجود بين أمريكا وروسيا. يعني هذا كله يرجع وينقلوا المجهر. ينصب على المنطقة الموجودة فيها اللي هي منطقة الساحل. منطقة الساحل هي تمثل منطقة هامة جدا. فيها الكثير من المناجم. فيها كثير من الخيارات البطنية. كثير من المدخلات المنطقية. يعني جيوغرافيك مو هي منطقة هامة جدا. لأنها قريبة من الجزائر من شمال أفريقيا. وشمال أفريقي قريبة من أوروبا. وكل شيء الذي يحدث في الساحل ينقلب على المغرب العربي. ويؤثر على أوروبا. ويؤثر على أوروبا. يؤثر على العالم بكامل. لذلك لابد تكون الرؤية استراتيجية. وليس محلية فقط. شاملة. شاملة كاملة. وكذلك هناك منطقة حساسة جدا. عندها نفس الخطر ونفس العقدة. هي من منطقة غانا والسينغال ونيجيريا. لكثرة خيراتها. والصراع رهيب جدا على هذه المنطقة. ومن هنا نقول أن القوات المشتبكة الآن في الصراع العالمي منذ حوالي ثلاث سنوات. من بينها أمريكا، روسيا، الصين وأوروبا. والمجمع الآخر. البرازيلي والبريكس وكذا. كله عنده نظرة متجهة إلى الساحل. وانعقاد هذا المؤتمر وهذه الندوات وهذه المتقاوات في الجزائر. لأن الجزائر لعبت في الآوينة الأخيرة دور هام جدا استراتيجيا. وديبلوماسيا في شمل العربي والأفريقي والبرلمانات وعندها عمق كبير. والشريط هذا الموجود في شمال أفريقيا يمثل منطقة حساسة جدا على ما يحدث عالميا. إذن إطبئنان هذه المنطقة تجعل إمكانية التحكم في أخطار التي ممكن أن تكون في الساحل. وتعطي المنطقة نوع من الثبات ونوع من الثقل ونوع من الحكمة ونوع من المرونة. ودور الجزائر في استقطاب هذه المنطقة والتحكم فيها بطريقة ديبلوماسية قوية جدا يعود بالفائدة الكبيرة على الاستراتيجية العالمية كلها. في ظل جنوح المجتمع الدولي اليوم إلى اللجوء إلى الحلول الأفريقية تلعب الجزائر دور مهما في هذه الاستراتيجية بالذات. دكتور مصطيفي تسليط الضوء على التجربة الجزائرية الناجحة والرائدة في مكافحة الإرهاب تستلهم منها باقي الدول هذه المقاربة. وإشراك اليوم الجانب الديني المرجعيات الدينية الموجودة في هذه الدول. البعيدا عن المقاربة الأمنية والقانونية. أكيد أن الجزائر هي دولة خابيرة. نعتبرها مدرسة خاصة. أكثر من مدرسة خاصة هي مخبر. لأن العقد الجزائري لا يستهان به. والدليل على أننا في الثورة الجزائرية كيف حولنا عن الابوينت من الرجل المنحارف إلى باطل ليصبح شهيدا. فيما يخص أن في هذه العلاقات الدولية الجزائر عندها موقع وعندها صدع. نعم. لعندها صدع يسمحها الجميع. الجميع يسمح لها لأنها عندها خبرة. لأنها في وقت مضى أنها كانت تكافح في الإرهاب أو ما يسمى بالعنف الاجتماعي. فهي معزولة عن العالم. وهذه المشكلة. ولم يعترف بها. كان يقول أنها هي قضية داخلية. قضية محلية. ولكن عندما انتشر هذا الإرهاب. انتشر هذا الإرهاب. وأصبح يمس دول العالم المتقدم على رأسها واشنطن. أصبح الإرهاب دوليا. نعم. هذا المجتمع. ولكننا في علم الاجتماع نظهر أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية. ليس خاصة بمجتمع معين. وليست خاصة بمنطقة معينة فقط. ولكن لأننا نعيش في زمن العولمة. وزمن العولمة. أن المجتمع أو المجتمع بسيفة عامة. هو مجموعة من التفاعلات. هذه التفاعلات كما نقول في علم الاجتماع. أن هذه التفاعلات تبدأ من فراش الزوجية. وتنتهي في العلاقات الدولية. وبالتالي لا بد أن هذه الجزائر. أننا نقول أنها أكبر من أن تكون تستاذي فقط. بل هي تصدر بصفة خاصة. هذه التجربة في محاربة بطريقة عقلانية. وجد مفيدة لكل العالم. بروفيسور جعفر. إلي مدى يمكن القول أيضا. أن هذا اللقاء هو انتصار آخر. نجاح آخر للديبلوماسية الجزائرية. بعد قمة الشم العربي. بعد الدورة السابع عشر. لاتحادي مجالس الأعضاء. في منظمة التعاون الإسلامي. اليوم يأتي هذا اللقاء. أيضا من أجل تحصين الأمن الفكري لهذه المجتمعات المحلية. كمقاربة جديدة. يمكن أن تؤدي إلى نجاعة منع التطرف العنيف في هذه المجتمعات. وهذه المنطقة. من ناحية الاستراتيجية الدولية. الآن هذه المرحلة. الوقت. هذا الوقت. هناك مراحل. ما يحدث في العالم. سيمر على عدد من المراحل. في هذه المرحلة بالذات دور الديبلوماسية هم جدا. كان في الجزائر أو في دول أخرى. والجزائر تلعب هذا الدور بالنسبة للدول العربية. بالنسبة لمحيطها الدول الأفريقية. الدول الجوار مع أوروبا. كلما تحركت الديبلوماسية الجزائرية في هذا الشريط. كان شريط الساحل أقل خطرا على أوروبا وعلى ما يحدث في العالم. لو نلاحظ الآن ما يحدث في أوروبا. ترى مثلا لوندير مقاربة مع إسقاط على روسيا. الديبلوماسية روسية تتحرك كثير في أفريقيا وفي كل الدول الأوروبية. هذا ما تجعل أن روسيا أخذت مدرج أمامي وأخذت ينافونس على ما يحدث في أوروبا. لأن ثقلت ديبلوماسية الأوروبية وقعدت في واحدة الإطار المحدد. أعطت فرصة لروسيا أنها تتحرك بقوة. هنا نرجع إلى الجزائر. كل ما تستطيع الجزائر فعله في العالم العربي والعالم الإسلامي والحركات والمنظمات والمؤتمرات. جميل جدا لأن هذه الفترة مميزة جدا خاصة بالديبلوماسية. لأن المعركة ستنتقل في الوقت القريب جدا في حوالي سنة أو 18 شهر إلى سنتين إلى مرحلة أخرى. وهذا هو وقت الديبلوماسية وهذا ممتاز جدا جدا جدا. طيب دكتور مصطيفي. إشراك المجتمعات المحلية يعد أيضا تحديا إقليميا في محاربة هذا العنف المتطرف. في محاربة آثار هذه الجريمة على المجتمعات هذه المحلية. التي أصبحت فريسة لتنظيمات إرهابية. تهدد أمنها القومي. وقد تصدر هذه المخاطر للدول الجوار. أقول لك أن الجزائر تصدر. ماذا تصدر جزائر؟ قلت قلت قبل أن هذه الجزائر هي عبارة عن مخبر. ماذا أنتج لنا هذا المخبر الجزائري؟ أنتج لنا المناعة الاجتماعية. صحيح. لفاكسين سوسيال. ستدر. الجزائري يكتسب تلقيح من خلال التجربة الماضية. أصبح واعي. والدليل أنه لم يسمى بالرابع العربي لتحول إلى عنف. فالجزائر لم يكن في عنف. لأنه قيادة حاكيمة وسليمة. يعني الجزائر كما يسموها هي قبلة الثوار. ومقبرة لكل جبار. وهي الآن منبر للحوار والأحرار. إذن في الجزائر هي تصدر هذا السلم العالمي. الجزائر تصدر السلم العالمي من خلال محاربة. هذا ما يسمى بالتطرف بشتة أنواعي. هذا الطرف بشتة أنواعي الذي يؤدي إلى الإرهاب. الجزائر تصدر السلم العالمي. هذا هو الدور على الجزائر. إنها من خلال ما انتجه هذا المخبر الجزائري. طيب في هذه النقطة بروفيسور جعفر. يعني مقاربة الجزائرية في التعاطي مع مشاكل الدول الإفريقية. وكما ذكر السيد الرئيس في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة. أن الأفارق يعتبرون الجزائر الدولة الأخت الشقيقة. وحتى نثمن حتى المبادرة الجزائرية في مساعدة هذه الدول الإفريقية لحمايتها من التآكل بفعل مصادر التهديدات الأمنية الخطيرة الموجودة في هذه الدول. إلى مدى يمكن القول أن الجزائر داعمة وفاعلة أيضا في المشهد الأمني الإقليمي؟ نعم بالنسبة للمشهد العام. هو فيه الآن إعادة بناء وإعادة تنظيم عالمي جديد منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات خلف. يعني قبل كورونا بالضبط أن مشينا في العالم إلى إعادة تنظيم وإعادة إنورغانيزاتيون نوفال. هنا دور الجزائر في شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا في جنوبها. يعني النقطتين هذه الجزائر وجنوب أفريقيا تعتبر هي مصدر مستقبل العالم من حيث الموارد البشرية موجودة في أفريقيا. لأنها موجودة عندنا حتى موارد ناتوريل ليخدموا بها طيارا في الساحل. وهي أهمة جدا لما سيحدث مستقبلا. لذلك الجزائر دورها في ديبلوماسي والتحضيري بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للحماية نقول للدول الأفريقية وهي تقود أفريقيا من ناحية شمالية وجنوب أفريقيا من الجنوب. هذا الدولتين هذا اللاكس هذا ممكن ينقذ أفريقيا من أحداث المستقبلية التي رهي جاية. وهذه هي الديبلوماسية الجزائرية. هذا الذي لابد أن يكون في هذه المرحلة بالذات في هذه السنة من قبل وفي هذه السنة والسنة المقبلة. لأنها بعد الأمور ستختلط وستأخذ منحة آخر لأن أوروبا ستدخل في صراع كبير كبير مع روسيا وأمريكا مركزة على الصين والصين تركز على أمريكا. ونحن هنا في شريطنا لابد أن الجزائر هي تكون دائمة والحامية والرائدة. والبروجيكسون تحت تكون مع أفريقيا الجنوبية لأن دور الجزائر غير ما موجود الآن لو كنا كارثة في شمال أفريقيا وفي الساحل وفي وسط أفريقيا وهذا المشكل يمشي حتى إلى غانا ونيجيريا وسينيغال. إذن الدور المعمول به لابد أن يكثف. هو مميز وممتاز. فيه رؤية وفيه روح وفيه نداء وفيه قوة وفيه مخطط وفيه استراتيجية. شيء جميل جدا ورئيس الجمهورية من خلال الرسائل التي يبعثها في المؤتمر الأخير الإسلامي ومؤتمر العربي. كان فيه روح وفيه رؤية وفيه استراتيجية بعيدة المدى. وهذه الاستراتيجية لابد تدعم. هنا خالة وين ممكن يقع أن في ميدان الأستاذ. الاجتماعيات. الاجتماعيات. لا بد أن نركز على المجتمعات الجمعية. في هذا السنة في 18 سنة ممنوع أن نرتكب أي خطأ في أي حركة في أي شيء. لا بد أن نهضم. حتى إن كانت هناك بعض المشاكل البسيطة. لا بد أن نهضمها في هذه الفترة. لأن هذه الفترة معقدة جدا وصعبة جدا. وهي التي تبني مصير المجتمعات تقريبا إلى سنة 2008. نعم نعم. تعقيبا على ما أورده البروفيسور جعفر دكتور مصطيفي. يعني الكرة اليوم في مرمى الجانب السوسيولوجي لهذه المجتمعات المحلية. كيف نستقطبها أكثر؟ كيف ندخلها أو ندمجها في هذه الخارطة لمحاربة التطرف العنيف؟ أكيد لابد أننا في هذه المرحلة مرحلة حساسة كما يقول الأستاذ. يعني لابد من هناك مجتمعات محلية. يعني نركز على مؤسسات التنشيع الاجتماعية القاعدية. التي هي الأسرة المدرسة والجماعات أو الجمعيات. سواء كانت رياضية أو ثقافية. وبهذا من أجل تكريس قيم المواطنة. المواطنة هي صمام الأمان. لتجمعنا في اختلافاتنا. تجمعنا ككل. نحن باختلافاتنا جغرافية. لأن جزائر لا ننسى أنها عبارة عن رقعة جغرافية كبيرة تضاهي قارة. لابد أننا نحاول دائما أننا ننم الشمع عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه المواطنة. هذا المجتمع من أجل بناء مجتمع محلي مجتمع مدني. يقفوا للمشكلة. نحن الجزائر يعرفوا بالعقلية الجزائرية. هناك عقلية أنه راجل صائر. لا يقبل ما هو داخل. ولكن هناك من يحاول أن يلعب. الأنتروبولوجيين أو المستشريحون. أستسمحك دكتور مستفيد في هذه النقطة. بعد أن نتابع مشاهدين على الأفاضل. هذه الورقة التي أعدها زميل أحمر خير الدين حول هذا الحدث المهم. الأجتماع الثاني لنداء الساحل الإفريقي. ثم نعود. منيت القارة الإفريقية خلال السنوات الآخرة بموجات متطورة من الإرهاب العابر للحدود. ما أسهم في تفاقم التهديدات والتحديات التي باتت المجتمعات والحكومات في القارة الصمراء تواجهها. حيث تحولت أجزاء واسعة من أراضي القارة إلى ساحات تدريب وملاذات آمنة تحتضن العناصر الإرهابية. ومع مرور الوقت أصبحت منطقة الساحل الإفريقي المنطقة الثانية في العالم التي تضم أكثر العناصر الإرهابية. وفي ضوء تصاعد أعمال التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي. تنامت معدلات الفقر والجريمة وأصبحت هذه المنطقة واحدة من أعنى في المناطق عالمياً وفقاً لتقارير مؤشر الإرهاب العالمي الصادرة سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام. حيث سجلت بوركينا فاسو ومالي والنيجر زيادات كبيرة في الوفيات جراء أحداث إرهابية في العامين الماضيين. اليوم هذه الملتقيات يعني تعنى بالمقاربة الجزائرية التي يجب الآن إسقاطها على أرض الواقع وكذلك تدعيمها بماذا؟ تدعيمها بإشراك السكن المحليين في هذه المقاربة من أجل محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف ومحاربة كذلك نبذ العنف ومحاربة كذلك الجريمة العابلة للقارات التي تهدد استقرار هذه المنطقة وتمنع حتى التنمية المحلية لهؤلاء السكن. الجزائر دائما ترافع لحل الأزمة الإفريقية بالطرق السلمية. دليل على ذلك ليبيا لو كان هناك بعض المحاولة لحل الأزمة الليبيا ولكن لم تحل. ولكن عندما تدخل الجزائر بمقاربة سلمية على أنه يجب جمع الفرقاء في الأزمة حول طاولة الحوار حول طاولة أنك تسمعني وأسمعك حول طاولة أنه يجب أن يكون لدينا فكر سلمي. تبنت الجزائر مقاربة دقيقة لمواجهة التطرف العنيف وكل أشكال الإرهاب عن طريق اعتماد الحلول الإفريقية وتفادي التدخلات الأجنبية التي لم ينتج عنها سوى الدمار والخراب. لقد كان ولازال محور إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب واحدا من بين أنجع السبل لقطع الطريق أمام الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجغرافيا. ومع تنام هذه الظاهرة طفت إلى السطح إشكالية التنمية المحلية والوسطية في الدين وضرورة رفع المستوى التعليمي لدى الشباب والوقوف بحزم خلف مؤسسات التنشئة خاصة المجتمع المدني. الأمر الذي من شأنه أن يذيب الجليد ويختصر الطريق على دول الساحل لطي صفحات الإرهاب والدمار وبلغ مستويات عالية من الوعي والإدراك لمواجهة كل هذه الأخطار. نستطيع أن نقول أن مقاربة الجزائر فيما يخص هذه المشاكل، مشاكل بلدان الساحل بالخصوص، مشاكل العنف، مشاكل مهربين المخدرات، مشاكل الإرهاب. فمقاربة الجزائر هي مقاربة شاملة، مقاربة تعتمد على جميع الجوانب، والجانب الاقتصادي والاجتماعي هو جانب رئيسي في هذه المقاربة. يجب أن تكون مقاربة متكاملة، مقاربة تعتمد على ce qu'on appelle les institutions inclusives. يعني مؤسسات تقوم بتشاور مع مجتمعات المحلية وتقوم بمخاططات تنمية إقليمية ومخاططات تقوم بالردوكسون في الأساس الفقر يؤدي إلى هذه المشاكل العاوصة، يؤدي إلى جعل السكان فرصة من بين هذه المنظمات الإرهابية ومنظمات مهربية المخدرات. أي دور سيلعبه زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف؟ وما هو دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التطرف العنيف ونشر الخطاب المضاد للإديولوجيات الإرهابية؟ وهل سينجح صناع القرار في تعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف؟ هذه الأسئلة وأخرى ستكون محل نقاش واسع وثري في خذم أشغال الاجتماع الثاني لنداء الساحل الذي ستحتضنه الجزائر بقصر المؤتمرات عبداللطيف رحال. واصل حديثي مع ضيفي الكريمين البروفيسور جعفر العرفي المحل الاستراتيجي من جماعة واشنطن والدكتور حليم مصطيفي المختص في علم الاجتماع. دكتور مصطيفي أعود إليك لاستكمال فكرتك حول دور المجتمعات المحلية في محاربة التطرف العنيف. كما قال لأشار الأستاذ. قال لك بالجزائر أو المجتمع الدولي يعيش في حالة طوارئ معينة. يعني لا بد علينا أن نكون حاذرين ويغذين. ودور المجتمع المدني دوره دور فعال. وكما نقول نحن لكل معركة جنودها. يعني كانت عندنا الكورونا واصراف الكورونا. الجنود كنون ميكانهم. أصحاب مآذر البيضاء. مآذر البيضاء. والآن لا بد من رجال الفكر. لا بد هناك جلسة. خلينا من الاختلافات التعنا. خلينا من الكل. ما تقول نشكاوش كان. الآن لا بد أن نتحدى في الجزائر. لا بد أن يكون هناك نسق اجتماعي موحدة. وبالتالي كما يقول مالك بن نبي رحمة الله عليه. عندما يكون قضية قضية وطن. فالسكوت هي تواطع. والحياد هي عبارة عن خيانة. ونظر نخلي الكلمة للأستاذ. ويعطينا تفسير لهذه المقولة عن مالك بن نبي رحمة الله عليه. تفضل البروفيس. بدون هذا التماسك من جموش نحطه رؤية وتكون روح وكون استراتيجية بعيدة المادة. جهد كبيرة تقام على مستوى ديبلوماسيين وعلى مستوى القيادة العامة. في لمش شمل العربي والإسلامي والأفريقي مؤخرا. لازم المواطن البسيط. كل من ينتمي إلى علم الاجتماع يعرف أنه خمس ميزانية حربية الأمريكية الخارجية تصرف على الساحل. على منطقة الساحل. وهذه مدرسة فقط. هذه مدرسة أن منطقة الساحل لا هي مركزة على أمريكا فقط. فيها مدارس أخرى. فيها الصين. فيها روسيا. فيها تركيا. فيها مؤثرة أوروبية. فيها كثير من المؤثرة. بوكو داكتور. عدة فواعل فيها. عدة فواعل فيها. ونحن جايين فوق هذه المنطقة. فوق بوركين. يعني أننا نحمي وننظم ونكونوا ديبلوماسيين ونكونوا ناشطين في الديبلوماسية ونكثر من المؤتمرات. وماذا بينا نتحرك لكل هذه الدول وخلفها من السينيغال وغانا. ما ننساش السينيغال لأنها مركزة. أننا 30 دولة تتدرب هناك في السينيغال من أجل التحركات العالمية. السينيغال هي إنباز آريير بالنسبة للمدرسة الأولى التي هي المدرسة الأمريكية. وهناك مدارس أخرى. والمدرسة الأمريكية تتميز بصفات محددة. المدرسة الصينية عندها صفات محددة. روسيا عندها صفات محددة. والأوروبية عندها صفات محددة. مثلا في العلاش قلت بلي لازم ديبلوماسية تكون ناشيطة جدا جدا. هي مميزة وممتازة. ولكن لابد نزيد لها السرعة أكثر. لأن هناك دول لابد نمشي لهم. مثل السينيغال غانا ونيجيريا. إذا تحكمنا في الساحل وهذا المعمول به الآن. غانا ونيجيريا هي المصدر المستقبلي في العشر سنوات مقبلة. هي التي ستخلف هذه الدولة. والمدرسة الأمريكية من ميزيتها أنها تركز على علوم التغيير. كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة. في أي ثانية. في أي دقيقة. في أي أسبوع. مع ناشي منهجية مباشرة. عكس روسيا. روسيا هي عندها مدرسة مختلفة تماما. هي مدرسة تتميز بالأوبجيكتيف. يعني بدقة العملية. الهدف الآن الروسي هو تجميد أوروبا. وجلب أمريكا إلى مستنقع أنها تنسى الصين. يعني مخطط رهيب. يعني عندهم ديزوبجيكتيف. المدرسة الروسية تمشي بالتسيير بالهدف. الاجيسيون بالأوبجيكتيف. عكس الصين. وهذا كلهم يؤثروا في ساحل وشارط ثاني. الموجود في غانا، نيجيلا وسينيغال. لذلك قلنا نجد أن نفكر عليه. روسيا عندها الاجيسيون بالأوبجيكتيف. الصين معاكسة تماما لهذه المدرستين. وهي كذلك في هذه المناطق كذلك. والصين تتميز بربح المعركة بدون حرب. تربحها بطريقة ذكية. هناك فلسفة كبيرة في الصين. يقول لاردغان يالا غير سون كومبا. هي تربح المعركة بدون حرب. وإحنا الجزائر إذا أرادت في رؤيتنا لكي نربح هذه المعركة الساحلية والعربية والأفريقية. لابد أن نربح المعركة مثل الصين بدون حرب. يعني يكون ديبلوماسية ناشطة بقوة كبيرة جدا. هذا المعمول به. ولكن قلت لك لابد نركزه على المرحلة المقبلة في السينيغال وغانا ونيجيريا وأفريقيا الجنوبية. رفيست جعفر نعم ما هو نوعية الخطاب التي يجب أن نعتمد عليه حتى نصل بهذه المجتمعات المحلية لمنع التطرف والظروف المؤدية الصعبة المؤدية للإرهاب. شوف باش نكون معك صارح بكل صراحة. أنا يعجبني الخطاب بتاع رئيس الجمهورية بطريقة العفوية. هي أن المواطن الجزائري لا بد تعطيها عفويا عفويا. ما نركبولوش بالزاف المنهجيات. لا بد يفهم باللي. الوضع الآن هو وضع خطير جدا ومعقد جدا. ليس فقط للجزائر ومعقد للعالم كله. حتى لأمريكا. أمريكا ممكن تخسر أمور كثيرة في جنوب ساوث كوريا. في كوريا ممكن تخسر طايوان. ممكن تخسر حتى خسرت نفودها. مثلا فرنسا أوروبا خسرت نفودها من أفريقيا. الآن تركيا وروسيا والصين عندها تأثير كبير في أفريقيا. النوع الخطاب لا يجب أن يكون بسيط جدا. لا يكون منهج علمي معقد. يجب أن يكون بسيط جدا. لعلى التدالة الوسطية. بسيط جدا. لكي يوصل للتحقيق الأهداف. طيب دكتور مصيد. هنا استكمال ما قاله الأستاذ والبروفيسور. كيف نبسط هذا الخطاب؟. ما معنى الإرهاب؟. عند المواطن البسيط يجب أن نبسطلوا ونفهموا ما معنى الإرهاب؟. ما معنى الإرهاب؟. ما سيجعلنا الإرهاب؟. أنا وأنت سيد المشاهدك. تشوفي أنت أخويا أو أنت أختي. ضربنا في الدار. ضربتك. كسرتك. ولا كسرتيني. ديتني المستشفى. وما ربحنا؟. الأم منكسرة. فقدت المكان التحى بين الجيران والمعارف التحى. يعني الأم من الجزائر هي الجزائر. يعني لابد أننا الخاسر أو المنتصر في الإرهاب هو المنكسر. يعني لما تشوف المنكسر. وما من الانتصال حققته؟. وما من الانتصال؟. ولا بد أن هذا الشعار الذي نتلقه منه في الجزائر. نقوله أننا جزائر أصل الطين والماء والجزائر هي أيبة. أشكرك جزيلا دكتور حليم مصطفي المختص في علم الاجتماع. وأيضا البروفيسور جعفر عرفي المحل الاستراتيجي من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. أشكركم جزيلا على كرم الحضور وعلى هذه الاستفادة. شكرا. 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 شكرا.